السلام عليكم الطيبين أنا خليفة الهارون معروفكم مستر كيوم مع رقمي تيفيو في يدي البيكسل فولد من جوجل أولا سمحوني عارفنا أنا تأخرت على هذا الفيديو وترى هالتلفون كان في الستوديو حق تقريبا شهر ونص ولكن أنا كنت مسافر فمرة ثانية سمحوني خذيت بس إجازة بسيطة علشان أرتاح عشان استرجع الطاقة أولا سنرى ما داخل العلبة سأرأيكم التلفون أقرب وبعدين أنا بشارك أرائي معكم ولكن علشان ما تخسرون وقتكم للأسف ما قدر أنصح في شراء التلفون سنرى ما داخل العلبة عندنا علامة جوجل مني أيضا مكتوب بيكسل فولد ونرى التلفون على العلبة نضع الغطاء على جب ونرى الهاتف مطوي في العلبة عادة نرى التلفون يكون مفتوح سوف نضعها أيضا على جنب ونشيل هذه المكتوب شلو مفروض إحنا نعتني في الشاشة عندنا الدليل السريع عندنا يو اس بي سي إلى يو اس بي سي هاي الكابل وأيضا عندنا محول أو أدابتر يو اس بي اي إلى يو اس بي سي ما عندنا شاحن أوكي خنشيل اللزقة أولا بتكلم عن المواصفات وبعدين بشارك آرائي معاكم وبقول لكم إذا أنا أنصح في شراء الجهات ولكن بغيت أذكركم مرة ثانية أن للأسف جوجل قرروا أنه ما يبيعون هالتلفون رسميا في الشرق الأوسط جوجل why don't you love us؟ ليش ما تحبوني يا جوجل؟ غنيت لهم غنية علشان ينتبهون شوي تعرفون؟ فخنقارن هالتلفون مع التلفونات الأخرى عندنا تصميم الفولد تعرفون أن الجالكسي فولد أنحف وفي رأي أحلى من ناحية المسك في اليد ولكن بعض الأشخاص وهم يفضلون ستايل الأونر اللي أعرض من الفولد بس لحد الآن يعني نحيف جدا وأيضا عندنا الأوبو في رأي ترى هاي أفضل حجم ودزاين تصميم تشوفون أنه من ناحية العرض مشابه للأونر ولكن شوي أصغر الفكرة أن التلفون صغير ولكن يكبر إذا ننبيه وطبعا أيضا كان عندنا هالنوع من الفولدبول هاي تلفون مايكروسوفت مع شاشتين بس للأسف خلاص قرروا أنه ما ينزلون تلفون فالمفروض نقارن الأربع في البداية أول ما أنا سمعت أن هالتلفون بيكون على هالتصميم أو الدزاين فكرت في الأوبو بس أيضا خفت أنه بيكون وايد عريض ولكن أقول لكم من الحين وأنا ماسك التلفون في يدي الحساس وايد حلو ترى طبعا أتمنى لو هم يساقرون هالجزء مني عشان التلفون يكون على نفس حجم الشاشة الخارجية ولكن مع بازل أصغر بس لأن التلفون نحيف جدا ما حبيته يمكن لنا أنا حبيت الأوبو فيرجع لكم وأنتم لازم تجربون الاثنين للأسف هاي نزل في الصين مرة ثانية فقط طبعا هاي نزل عالميا وهاي أيضا نزل في الشرق الأوسط عجم الشاشة خمسة فاصلة ثمانية إنش الريزولوشن ألف وثمانين في ألفين ثنين وتسعين معناته البكسل في الأنش أربعمية وثمانية بشكل عام يوصل ألف ومائتين نت ولكن لما نخرج خارج المنزل حق فترات بسيطة يوصل ألف وخمسمة وخمسين نت وسرعة تحديث الشاشة 120 هرت مثل ما نتوقع التكتولوجيا OLED وعندنا HDR والزجاج Victus بتلاحظوا مني عندنا إنحناء من الزوايا مع الشاشة وأيضا عندنا كاميرا خارجية هاي السلفي كاميرا أو الكافر كاميرا 9.5 ميجا بيكسل فتحة العدسة 2.2 وعندنا دول بيكسل وPDF أو الأوتوفوكس مثل ما أنا قلت لكم عندنا هنج شوية كبير مقارنة مع الشاشة ولكن بشكل عام الإحساس وايد حلو وأعتقد من ناحية الاستعمال أي شخص يستعمل التلفون بيستانس انزين فعلي سار بتشوفون أن نحن عندنا هنج مصنوع من الألمنيوم وأيضا لو أنا أقارنا مع الجالكسي فولد تشوفون أن الهنج شوية أصغر أو أنحف من الأسفل بتشوفون أن نحن عندنا عدة حفر الحفرة الأولى علشان نقدر نشيل الشريحة وخنشيك مع بعض كم شريحة نقدر نركب عندنا الإيسم وأيضا عندنا نانو سيم واحد عندنا مايكروفون مني عندنا مايكروفونات أخرى مني عندنا السماعة الرئيسية وعندنا فتحة اليو اس بي سي من الأعلى أيضا بتشوفون أن نحن عندنا حفر للسماعة نعم عندنا ستيريو سبيكرز وأيضا بتلاحظون مني أن نحن عندنا مايكروفون آخر وبتشوفون كأن نحن عندنا مكان عشان نركب شريحة لا السبب أن نحن عندنا هالتغيير لأن هاي من أمريكا وعندهم المليميتر ويف عليمين بتلاحظون أن نحن عندنا أزرار عشان رفع وانقصر في الصوت وأيضا عندنا زر الطاقة وهي أيضا سيكوريتي البصمة بس مثل ما أنتوا تلاحظون أقدر أوصل إلى الزر بسهولة لأن التلفون مبوايد طويل بس الأزرار عكس بعضي يعني عادة متعودين أن نشوف زر الطاقة من الأسفل فقلوا لي هل أنتوا تفضلون أن الأزرار عشان رفع وانقصر في الصوت من الأسفل أو زر الطاقة من الخلف بتلاحظون أن التلفون باللون الرمادي الغامج أيضا هم عندهم اللون الكريمي ولكن إذا أنتوا تبون أعلى المواصفات غصبا عنكم تختارون هاللون للأسف لأن أنا بغيت الكريمي بس يلا شنسوي تقدرون تشوفون أن الإحساس شوي ناعم والإحساس وايد حلو عندنا رمز الجي ما عندنا وايد كتابة من الخلف وأعطيهم لايك وتقدرون أن الكاميرات مني مع الفلاش الحفرة مني للسنسورات وأيضا بتشوفون أن نحن عندنا ثلاث كاميرات الكاميرا الرئيسية 48 ميجابيكسل فتحة العدسة 1.7 عندنا ليزر أوتوفوكس عندنا OIS تثبيت الصور البصري الكاميرا الثانية 10.8 ميجابيكسل فتحة العدسة 3.1 وهي خمس مرات زوم بصري وأيضا عندنا OIS و PDAF يعني الأوتوفوكس والكاميرا الثالثة 10.8 ميجابيكسل فتحة العدسة 2.2 وهي عدسة واسعة جداً لتصوير الفيديو ونستطيع أن نصوير 4K 60 فريم في الثانية أو Full HD ما يوصل 240 فريم في الثانية 10 بيت أول ما فتحت التلفون حسيت أنه صعب لأنه لدينا هذه الإنحناء مني فصعبنا أنا أمسكها يعني أعتقد أنه أسهل لفتح الجالكسي فوض لأن الزوايا مسطحة لكن نفتحها بسهولة وبتلاحظون أن الشافسة في الوسط نعم لا أقدر أقارن مثلاً الأوبو الذي لا يبين مثل الفولد أيضاً تلاحظون أنه لدينا بزل كبير لأن الشاشة لا تصل إلى الأعلى وبعض الناس يمكن أن لا يحبون هذا الشيء وبعض الناس لا يمنعون أنا لا يمنع شخصياً ولكن طبعاً أتمنى لو الشاشة كانت أكبر ترون أنه متساوي من الأعلى ومن الأسفل ولكن لأن الشاشة لا تصل إلى الأعلى ولكن لدينا هذا البزل لا يمكن أن تضع الكاميرا مني وليس يأخذ مساحة من الشاشة وهذه الكاميرا 8 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.0 دعوني أغير الخلفية وطبعاً ترون أنه لدينا بعض الأشياء والأناميشنز الحلوة حجم الشاشة الكبيرة الرئيسية 7.6 إنش لدينا 120 هرتز وهي سرعة تحديث الشاشة مثل الشاشة الخارجية معناتها لدينا 120 للاثنين يوصل 1000 نت وإذا نخرج فترات بسيطة يوصل 1450 نت وطبعاً لدينا تكنولوجية OLED الريزولوشن 1840x2208 معناتها البيكسل في الأنش 378 النظام اللي في التلفون أندرويد 13 ومثل ما نتوقع منه هواتف وأجهزة جوجل إذا أنتم تختارون هاتف بيكسل ستحصلون على أحدث الأبديتز في أسرع وقت المعالج اللي في التلفون الجوجل تنسور جي 2 5 نانوميتر ثمان النواة أيضاً ما عندنا ممكن أن نركب ذاكرة خارجية أو مايكرو اس دي عندنا 256 جيجابايت من الذاكرة أو 512 جيجابايت من الذاكرة مثل هذا التلفون عندنا 12 جيجابايت من الرام ومن ناحية سرعة الذاكرة 3.1 ومثل ما نتوقع من أجهزة جوجل بيكسل سنحصل على أحدث الأبديتز في أسرع وقت من ناحية الأشياء الأخرى عندنا واي فاي ABGN ACO6E السريع اللي ما في أسرع مننا حالياً عندنا بلوتوت 5.2 عندنا A2DP GPS عندنا NFC عندنا شحن لاسلكي حجم البطارية اللي في التلفون 4821 ميلي آمبير وعندكم PD3 يعني الشحن السريع عن طريق الواير من ناحية إذا التلفون مضاد للماء والإغبار وليس مضاد للإغبار ولكن عندنا IPX8 معنات لما انتو تطلعوا مبرع نقول إذا انتو رحتوا للبحر تحمله من الرمل وليس من الماء من الأشياء اللي ما عجبني عن هالتلفون والشاشة الداخلية وهي شيء وايد مهم إن الإحساس مبحلو يعني أحس إن إنه ما قدر ألمس أو أعمل سوايب للشاشة بسهولة كأنه في صمخ وطبعا أنا تأكد ونظفت الشاشة لو أنا أقرنهاي مع أي تلفون آخر الشاشة الداخلية مبحلوة للاستعمال من ناحية الجودة والسرعة ما عندي مشكلة بس أعتقد أنتو بتوافقون معا لما أقول لكم إن السوايب من أهم الأشياء فخلوني أرجع للكرسي وعلشان نخلص في مراجعة هالتلفون فالسعر هالتلفون 1800 دولار نعم الهاتف الوايد غالي قبل ما أقول لكم ليش أنا مقدر أنصح فيه شراء الجهاز خلوني أقول لكم عن الأشياء اللي عجبتني عند التلفون الإحساس وايد حلو في اليد تعرفون لما تشترون ساعة فخمة فتحسون في الثقل نفس الإحساس والحمد لله نستعمله الزجاج المات اللين من ناحية الإحساس مثل السامسونج فولد وأيضا وايد حلو من ناحية نحافة الجهاز فعلا أنا أفضل الجالاكسي فولد من ناحية عرض الشاشة ولكن لما استعملت التلفون لاحظت أن أنا قاعد أستعمل الجهاز وهو مسكر أكثر وكأنه تلفون تقليدي ولما أنا بغيت أقرأ محتوى أو إذا كان عندي مثلا اجتماع أو لقاء كنت أستعمل الشاشة الداخلية أو حتى لما أنا كنت في الطيارة وبغيت أشاهد فيديو وأعتقد أن هاي الشيء صح لأنه إذا أنت تشتري هاتف قابل للطي وأنت لازم تفتح التلفون حق أي شيء لأنه ما تحب تستعمل الشاشة الخارجية هنا في شيء غلط حبيت من ناحية الانيميشنز أن كل شيء سموذ كان عندي بعض المشاكل مع الجهاز يعني من ناحية الأداء ولكن مع الأبديتس خلاص ما عندي ولا مشكلة نهائيا ما عندي أي غلتش وهي ميزة أخرى عن هاتف الجوجل بيكسل لما أنتو تشترون هاتف جوجل بتحصلون على أحدث الأبديتس قبل الكل حبيت التصوير أيضا مع هالكاميرا حبيت الجودة خاصة لما أنا أقارن هالتلفون مع أجهزة أخرى قابلة للطي فحلو أيضا أن نصور 4K 60 فريم في الثانية أنا أصور Full HD ما أحب أصور 4K بس يمكن أنتو تفضلون هالشيء يعني لو أنت شريت هالتلفون واستعملت أعتقد أن تحب الجهاز بس لما أنا أقارن هايب مع كل التلفونات الأخرى اللي في السوق حاليا من ناحية السعر والآداء صعب أنه أنا أنصح في شراء التلفون دعوني أقول لكم ليش وأقول لكم من الحين ما عندي مشكلة مع البازل لأنه متساوي وأنا ما مانح شيء قلت لكم أنا حبيت جودة الصور ولكن في شيء غريب مع هالتلفون شيء ما عجبني كمثال لما أنا استعمل الكاميرا أستعمل العدسة الواسعة جدا عندنا الوان اكس طبعا عندنا الوان اكس البصري أو عندنا الديجيتال أوكي ما في مشكلة لما أنا أغير بين العدسات بتشوفون أنه فيه لاغ فما عرف ليش لأن كنت أتوقع أكثر من جوجل هاي الشي الأول أيضا لما أنا أحول من الكاميرا تصوير الصور العادية إلى الفيديو بتلاحظون أنه سوى زوم ولكن مكتوب وون اكس مع الاثنين مرة ثانية أرجع إلى الكاميرا بتشوفون وون اكس أوسع من الوان اكس اللي مع الفيديو فأنا كنت من صدق قلت يمكن هاي يمكن من الـ Active Stabilization لأنه عندنا التكتولوجيا لتثبيت الصور البصري ولكن لما أنا أخترت Stabilization شفت أنه اخترت الـ Standard فأقدر أختار Active بيسوي زوم أكثر أقدر أختار Cinematic Pan بيسوي زوم أكثر بس ما كان عندي خيار علشان أشيل الـ Standard فلما أنا أختار الـ Point 6 أرجع إلى الكاميرا يعني العدسة الواسعة جدا أرجع إلى الكاميرا العادية بتلاحظون أن لما أختار العدسة الواسعة جدا للفيديو يكون متساوي مع العدسة الـ One X العادية أو الرئيسية للصور يعني عوال رأس وفي شيء آخر مع الـ Galaxy Fold إذا أنا بغيت أخلي الشخص الذي أنا قاعد أصوره يتشوف نفسه مع الشاشة الخارجية عادة أضغط على زر معين فلاحظت عندي هذا الزر عندما لمست الزر قال لي سويتش سكرينز قالت إيه؟ الآن الشخص يتشوف نفسه مع الشاشة الخارجية ولكن أنا ما قدر أتشوفه طبعا أنا قاعد أتكلم عن أول استعمال مع هالتلفون فأشياء بسيطة وغريبة أيضا بتلاحظون أن التلفون ما دام النهاي مسكر ما قدر ألمس هالشاشة نهائيا غصبا عني أن أرجع إلى الشاشة الخارجية ألمس هالزر وبعدين أقدر أرجع إلى الشاشة الكبيرة نزين أنا ذكرت هالشي وأنا قاعد أسوي لكم الـ Unboxing وراويكم التلفون بس إحساس الشاشة لما أنا أعمل سوايب مو بحلو يعني مو بلين فكأنهم عندهم طبقة على هالشاشة فخليت عدة أشخاص يلمسون الشاشة إلا أنا قلت يمكن مشكلة مع أسبوعي بس قالوا نفس الشيء شيء آخر حلو عن التلفون لما أنا أسكر التلفون إذا أنا أسكره بالصامت ما أطلع صوت بس إذا أسكره بالقوة والصوت وايد حلو بس لما أنا أفجح التلفون تشوفون أن الجهاز ما يفتح المسطح تماما لازم أستعمل عضلاتي فهذا شيء يضايقني شوية من الأشي الحلوة مع الجالكسي فولد من سامسونج أقدر أغير الشاشة الخارجية عشان يكون غير عن الشاشة الداخلية فتشوفوا الحين عندي واتساب وفيسبوك وإكس وإنستغرام لما أفتح التلفون عندي نفس الآيقونات الآن دعوني أسكر التلفون دعوني أشيل إنستغرام تفضلوا أشيل إنستغرام تفضلوا الآن لما أنا أفتح التلفون شال تطبيق إنستغرام أيضا لماذا يا جوجل؟ لماذا؟ أعطونا الاختيار من الأشي الحلوة عن التلفون تلاحظون أنه عندنا أناميشن وايد حلو دعوني أراويكم شوفوا شلون كأن الشاشة تفتح من الزر اللي أنا أضغط عليه مرة ثانية بقفل الشاشة شوفوا الحركة كأن الشاشة دخلت في أسبوعي هذا شي حلو لدينا ستيريو سبيكرز ولكن دعوني أسمعكم جودة السماعات على ماكسموم فوليو في الموسيقى والصوت واضح وعالي ولكن ما أحس بالباس نهائيا ما عندنا عمق في الصوت ولكن ما أقدر ألومهم وايد لأن كلما تلوفون كان أنحاف يكون أصعب أن يعطوننا الباس فيرجع لكم تبون نحافة ولا تبون سماعة ممتازة لاحظوا أننا لدينا بعض المشاكل مع بعض التطبيقات مثلا لو أنا أفتح X ترون أني لدي بازل كبير مني ما عندي محتوى أقدر طبعا أسوي دبل تاب وأحرك الشاشة ولكن ما عندي طريقة علشان أعمل فول سكرين إلا لو أغير إلى البورتري موند فشي غريب وهي شيء يمكنني صلحونه مع أبديت بس حينصار فوق الشهر ونص والحد الآن ما عندي أبديت عشان يصلح هالشيء ومرة ثانية أرجع إلى السوفت وير لأنه أعمله أشياء حلوة لأنه مرة ثانية بفتح X بعمل سوايب تقدرون تشوفون عندنا البار من الأسفل بقدر أختار تطبيق بس مع الأبديت في الجالكسي فولد شفنا نفس الحركة فالمفروض أن جوجل يبتكرون شوي أكثر ويعطوننا أبديتات حق أجهزة قابل الطي ونشوف هالابتكارات في أجهزة أخرى في المستقبل مع الجالكسي فولد عندنا فلكس مود معناته لما نعمل فلكس المفروض أنه يغير محتوى على الشاشة وعندنا نفس الميزة مع البيكسل فولد تشوفوا في هالمثال أدر أشاهد المحتوى عندي الفيديو من الأعلى وعندي آيقونات مني علشان أختار الفيديو التالي بس إذا أنا بغيت أرجع وأقرأ التعليقات أعمل أضغط على كومنتات والآن أقدر أقرأ التعليقات فأشياء حلوة وبسيطة فيها التلفون مثل الجالكسي فولد وأيضا أقدر أستعمل الميزة مع الكاميرا كمثال تشوفوا كل بساطة تحول وأقدر أستعمل هالجزء علشان أصور أو أحط على الطاولة علشان يكون عندي ترايبود ومن الأسفل عندي الأزرار من الأشياء اللي ما حبيت عنه التلفون أنه يحتر وايد الصراحة ما فتحت أي شيء إلا كروم والتلفون دافئ فهي من عيوب الهواتف النحيفة بس بعض الناس بيقولون إيه بس إذا التلفون دافئ إيش معناته هالمعناته أنه قاعد يخسر بطارية أو شيء شذي لا إذا عندهم تبريد جيد أو ممتاز المفروض أنه تحس في الحرارة بس إحنا ما نحبها الإحساس أيضا شيء ضايقنا عن التلفون وأنا قاعد أستعمل أتصفح الإنترنت قاعد أستعمل كروم فقط هاي منتج جوجل التلفون احتر فإذا أنت من الأشخاص اللي يتضايق من الحرارة هاي مبلك قلت لكم من التلفون غالي ترا في أوروبا لننسى أمريكا لأن أمريكا من أرخص الدول حق التكنولوجيا في لندن السعر يكلف 1750 باوند أوكي هاي حق 256 جيجا بايت إذا تبي الـ 512 جيجا بايت هاي 1869 باوند دعنا نقارن مع الـ Fold 4 موبيل 5 بعد الـ 4 الأول ما نزل ولما كان متوفر في السوق 1650 باوند الآن طبعا تقدرون أيضا تشترون الـ Honor الـ Honor كان 1400 باوند وإذا تبي تأخذ لك الـ Pixel 7 يعني تبي جهاز من جوجل بس متقابل للطي يبتدي من 850 باوند فعندك اختيارات فصعب أن أنصح فيه شراء جهاز غالي بس يرجع لكم يمكن أنت وما تمنعون السعر قولوا لي في أسفل الفيديو بس أهم سبب أن أنا ما أقدر أنصح فيه شراء هالتلفون أنه مب متوفر في الشرق الأوسط رسميا فمعنات إذا أنت تشتري هالتلفون وعندك مشاكل وين تروح مين بيصالح لك ما تفعل مع الضمان فعلشان هذا ما أقدر أنصح فيه شراء الجوجل بيكسل فولد بالرغم منها أنا أعتقد أن التلفون جيد حلو وسووا شغل ممتاز حق أول إصدار هاتف قابل للطي انزل الغاليين فإذا أعجبكم الفيديو أعطونا لايك إذا لم تحب الفيديو ولكن قدرت الجهد أعطونا لايك وإذا ترون آخر الفيديو في اسراء وات لا تنسون تسوون سبسكرايب ودائما أقول لكم في كل فيديو شكرا 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 أنتم من أعطب الناس تساعدونا لكي نستمر وعلي لكي نفعل الانواع من الفيديوهات شكرا ومع السلامة